اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الاسكان خاصة مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بسيناء ومدن المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وصواري فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية كذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين وقد عرض الدكتور عاصم الجزار في هذا الاطار سير العمل في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية مشيرا إلى انتهاء العمل بمدينة المنصورة الجديدة بطول 15 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط مباشرة وذلك بكافة مكوناتها من أحياء سكنية بمختلف أنواعها من عمارات وفلات ودور عبادة ومركز الرعاية الطبية ومباني تجارية وخدمية ومحطات معالجة وتحلية المياه ومحاولات الكهرباء وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في مستوى كافة الخدمات التي ستقدم لقاطنين مدينة المنصورة الجديدة والقيام بالتنصيق الحضري على نحو المستدام يتماشى مع طبيعة الجو بالمنطقة وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات العمل في مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بسيناء بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية والطرق والمحاول المؤدية على الموقع حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في بذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة مع مراعاة أن تكون المباني والإنشاءات والمرافق متناغمة مع الطبيعة البيئية للمكان كذا زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة حفاظا على البيئة كما تابع السيد الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في صور مجرى العيون موجها سيادته بأن لا يقتصر التطوير على المعالم التاريخية والأثرية العريقة فقط وإنما يمتد أيضا لكافة الأراضي والمواقع المتاخمة لها وتم في ذات السياقة عرض الموقف التنفيذي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير المثلث بالتناغم والتكامل مع مختلف أوجه التطوير الجاري بهذه المنطقة المركزية في العاصمة وأضف المتحدث الرسمي أن الدكتور عاصم الجزهر عرض أيضا جهود الوزارة للاطلاع بمشروع للتدريب الحرفي والفني للشباب في القرى وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج وفي إطار مبادرتين حياة كريمة وقارب النجاة حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف تلك النوعية من البرامج ورفع مستواها وزيادة عدد المتدربين من الشباب فيها لاكتشاف المواهب والقدرات المتميزة في المجال الحرفي والفني مع صقلها على مستوى فني راقي بالنظر لمساهمتها في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر والتي تحتاج لكافة سواعد أبنائها الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات كما تم عرض الموقف التنفيذي بمدينة العالمين الجديدة فضلا عن تطور الأعمال الانشائية بمشروع صواري الإسكندرية إلى جانب استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة خاصة منطقة الأبراج في حي المال والأعمال ترجمة نانسي قنقر